ننسوا كل وصفات الدونات اللي مجربيها سابقا واعتمدوا هذا الوصفة لانه النتيجة مخيفة جدا صراحة من أفخم وصفات الدونات اللي ممكن تجربوها تعالوا نشوف طريقة العمل بالبداية نحتاج خميرة وطحين وماء راح اكتبكم كل المقادير اسفل الفيديو نعجنها العجينة ونخليها تختمر 30 دقيقة بعد راح نخلي طحين مشاكر وحليب بودر خليها بالجانة وخلي عليهم بيضة راح نخلطهم سويا وراح نضيف عليهم العجينة بعد ما اختمرت 30 دقيقة وراح نعجنهم من تمتزج بشكل تمام راح نضيف بالنهاية عليهم الزبدة حتى نحصل على هذا القوام وهذا العجينة المطاطية تمام بعدين راح نقطعها بشكل كرات نشبقها بالشوبق حسب الثخن اللي تريدوه شي راح نثقبه مثل الدونات العادية وشي راح نتركه بدون ثقوب تمام خليها تختمر ساعة بعدين راح نقليها اعتقد طريقة القلي تعرفوها كلكم تمام وبس بكل بساطة بالنسبة للحشوات الدونات الممثقبه نفتحها بشوية خاشوقة او شي ونحشيها باي حشوة تحبوها اما الدونات العادية فراح نغمسها كذلك باي حشوة متوفرة عائدكم بالبيت وبس والله بكل بساطة يعني طريقة التحزين والحشوات شي يعود لكم وماشاء الله القوام صراحة قطني بشكل رهيب ونكهة رهيبة جدا انصحكم تجربوها مثل ما واضح عمامكم القوام هذه الدونات المثقوبة شون قطنية تجربوها عليكم بالعافية ان شاء الله يا رب ترجمة نانسي قنقر